بس انت بتقول الوقت 8 مباريات من اصل كم؟ 273 فيهم اخطاء اثرت على نتائج المباريات بس في اخطاء تانية ما اثرتش على نتائج المباريات ده اخطاء طبيعي واخطاء كبيرة برضو لا هي ما تصنفش بقى ان هي كبيرة يعني لو انا مثلا حسبت فو العكسي حسبت كورنر بدل كورنر حسبت راكلة مرمى لا ما انا هقولك انا مثلا انا الاهلي وحضرتك الزمالك فانت انا الاهلي ما حسبت ليش ضربة جزاء في المباراة كانت صحيحة بس انا كسبت المباراة فانا ما اثرتش على نتائج المباراة لا 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 ما نحسبهاش كده ما نحسبهاش كده لا ما نبصش للنتيجة هي اخطاء من المفترض انها تكون مؤثرة على نتيجة المباراة سواء انت انتهت بفوز الفريق اللي تظلم او يعني تحسب عليه حاجة بالغلط او بالتعادل او بالهزيمة هي احنا يعني خطأ جسيم في مباراة وانت بتقول الخطأ الجسيم ده حصل في 8 مباريات فقط في الدمش فقط من الانبتين 73 وده بنسبة 2.93% وهذا الرقم يعطي الرقم متدني جدا على مستوى العالم طبعا بس هي في فترة الاخيرة حصل يعني ارتفاع شوية الموجة لاعتراضات لكن هو الطبيعي انه زي مجلس الادارة ما بيستقدم مدرب ومعه فريق عمل في الاندية الاندية الكبيرة يعني بتتعامل بالموسم ايوة مش بالماتش ولا كذا يعني ولا بالفترة يعني فكذلك مجلس الادارة طول السنة بيتعامل معنا بهذا المنطق ولكن كان مهم ان هم يعرفوا يعني احنا وقفين فين الناس كلها عملة تبعت في جوابات وحاجات زي كده لانه حاجة عارفهم يعني نسبة ايه بتسخم بعضها يعني لكن هي دي الحقيقة انه نسبة الاخطاء بالزبط 2.93% من مجمل المباراة اللي تلعبت حتى الآن يعني عايز تقولي انه لجنة الحكام الحالية نسبة نجاحها في ادارة الدوري الدوري المصري دوري نايل بما انه كان ده التقارير عنه 98% تقريبا 97% وحاجة بسيطة وانا حتى لما نزلت في بعض المواقع النهاردة موجود عليها اعلاميين ومدربين ولاعبين وحكام وقلت لهم احنا ده اللي احنا وصلنا له احنا بقوله 8 مباراة لو عندي حضرتك مباراة 9 اقولها لنا بس استثنينا مباراة بيرامدز و سموحة وسموحة لانها لم تستكمل مدخلنهاش في التاريخ اللي عم تلنا في الحسبة يعني فهو بالنسبة لناس كتير ان مستر بيريرا فاتش التحكيم المصري بس الناس بتتكلم لكن مش في المطبخ ومش بيشوفوا شغل الراجل وبالتالي هو الى حد كبير هو مظلوم لأن الناس بتنتقد وعلى فكرة طبيعي جدا 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 ان اي رئيس لجنة حكام رئيسية مصري او اجنبي يتعرض لانتقاد شديد جدا وده طبيعي واللجنة تتعرض لانتقاد شديد جدا وده طبيعي واللي مايشتغلش تحت الضغط مينفعش يشتغل طبيعي